طب تخيلوا معي كده الكورسي معي ده يخسس كم كيلو يخسس من 10 إلى 15 كيلو في 30 يوم وعملت هاشتاك تحدي 30 يوم مع منا انك تخسه خلال 30 يوم والهاشتاك ده هتلاقوه متفعل على كل الصفحات ان شاء الله تحدي نخس في 30 يوم 15 كيلو من 10 إلى 15 كيلو الحد الأدنى 10 كيلو الحد الأقصى 15 كيلو واحدة واحدة بقى كده معي يا ستك كل ويا سيدك كل ركزوا معي لأن الكلام اللي هقوله ده ده مهم عشان صحتكو مهم عشان الكبد الدهني مهم عشان السكر الدم يتزبط مهم لكل الفئات العمرية من أول 10 سنين لحد 100 سنة ربنا يديكم الصحة طب أنا دلوقتي لما أجي أشتغل على كذا نقطة في الجسم التخسيس مش بس نقطة واحدة نقفل بقى بضبة ومفتاح وخلاص وقفل كده تاك تاك وخلاص خلصنا ايوا تكوني فاكرا أن أنت كده هتخصي بالعكس جسمك منعته هتقع شعرك هيقع بشرتك هتبقى حجوزة شكلك مش حلو أنا عايزيك تخسي بصحة عايزيك تخسي وانتي أمعائك وهضمك كويس وزي الفل عايزيك تخسي وانتي شعرك حلو جميل وبيلمى مش شعرك يقع وشكلك هيح تحسين كبرتي مليون سنة صح كده؟ طب أنا دلوقتي لو جيت قلتلكوا أن فيه عشبة اسمها الكونجاك ودي أول حاجة معينا بتشتغل علي عشبة الكونجاك دي أولا بتتزرع في قمم جبال أسيا قمم جبال أسيا دي في قمم الجبال دي في حاجة اسمها عشبة الكونجاك وأسمن حاجة فيها وأغلى حاجة فيها الجدر بتاح طب جبنا لكم الجذور بتاعتها دي وعملنا لكم منها قراص اللي قراص دي بتعمل إيه؟ أول حاجة بتشتغل عليها هي التجمعات الدهنية شوية الدهون لقيتهم متجمعة كده؟ تعالوا هنا انتوا رايحين فين؟ مش هنسبكو طب زي إيه بقى؟ زي البطن السفلية اللي بنواحنا قاعدين مكسوفين منها زي الدهون اللي بتزهر في الحتة دي ومكسوفين برضو منها زي دهون السمانة والأفخد والأرداف كل ده أو عندي كده فيه كده الدهون بتبقى سمان لاف هندلز بتبقى الأجناب بشكلها مش حلو بتبقى مدايقين في أي بلوزة بلبسها كل ده نعرف نتخلص منه بصحة وطريقة طبيعية وآمنة مع كورس ومرخص من وزارة الصحة وركزي قوي في الحتة دي ليه؟ انتوا عارفين كام حد يكلمني وقال لي أنه أخدت منتجات أو هو أخد منتجات مجهولة المصدر ولمجرد نزل عليها شوية إعلانات كده على السوشيال ميديا ومش عارفين دي مرخصة ولا مش مرخصة لما بيحطوش التراخيص بتاعتها تمام؟ جالهم قرح في الأمعاد جالهم إمساك ميول انتحرية جالهم اكتئاب بقى تخسي وتكتسب اكتئاب ليه يا مامو؟ أنا عايزك تخسي بصحة تمام دلوقتي لما تديك يا عشبة زي عشبة القانجاك وعشبة تزبط لك مستويات سكر الدم وتبتدي تعليلك مستويات الحرق شوفوا المميزات عدوا معي يلا أول حاجة بتعلي مستويات الحرق في الجسم تاني حاجة بتديكي طاقة ذهنية وبدنية انت ما شفتهاش قبلك ده بدل ما انت خملانة وتعبانة عشان قفل بقك وقت الضائق حط عليهم كمان ان مستويات الكولسترول بتزبط يلا عندك كابة دهني وعندك كولسترول دار وعندك دهون سلاسية وبتاخد الدوة بقالك سنين ومش تلاقي نتيجة لانك مش مزبط أكلك ومفيش حاجة من جوة عارفة تزبط لك الديني احنا هنزبطها لك ورغم كده بقول احنا ما قلتش ان احنا نبطل الدوة ولكن احنا هندي زوبة زقة ان نساعد الجسم نيجي بعد كده التجمعات الدهنية اللي احنا قلنا بتبقى مدايقانة بتدخل بقى عشبة الكونجك اللي أثبتت فاعلتها في الحتة دي بالذات بتدخل ما تخليش اي دهون وتفتت الدهون وتكسرها يبقى انا كده اشتغلت على اني حتة اشتغلت على التجمعات الدهنية وزبطت مستويات الطاقة وكمان ابتديت اني احرق الدهون العنيدة حرقنا الدهون العنيدة لو ادخل على المرحلة اللي بعدية كام حد منكم لما بييجي انه يخس يقول لي انا بنت خلتي رحت عملت جلسات الفلونية وعملت وسوت ودفعت دم قلبها وفي الاخر ما جابتش نتيجة انتي بنفسك روحتي او انت بنفسك روحتي عملت حقا تدويب دهون وما جابتش نتيجة لان ما نعرفش مكوناتها كتعاملة ازاي نيجي للناس اللي بتفكر مليون مرة عشان تروح تقص امعاءها او تروح تعمل العمليات بتاعتشافة الدهون بلاش ناخد الخطوة دي خلينا ناخد الكورس الاول مع هاشتاج التحدي 30 يوم وعايز اقول لكم التحدي 30 يوم ده قادر يخسسكم من 10 ال 15 كيلو ان شاء الله بس انتم بس واحدة واحدة كده واسمعوني كويس قلنا تاني حاجة معاينا اسمها الهارفا الهارفا دي بتشتغل على دي حلوة وجميلة خالص دي بتعمل حاجتين اولا بتزبط مستويات سكر الدم عشان تحتوي على ايه معدن الكروميوم معدن الكروميوم ده تعمل عليه كمية ابحاث ودراسات جدك ده بتعمل ايه بقى الحلوة الجميلة معدن الكروميوم ده ده معدن موجود في اللحم على فكرة لو تكونوا فاكرينه مش موجود في الاكل موجود في الاكل ولكن احنا حطينه بنسب معينة تشتغل عليه تشتغل ان تزبط لك مستويات سكر الدم يعني لو سكر الدم عندك مش مظبوط صايم او فاطر او عشوائي او مقاومة انسولين او عندك بي سي او اللي هو عندك تكاييسات على المبايد كل ده الناس دي عندها مشكلة في سكر الدم مش مظبوط طبعا عندك التراكمي مش مظبوط برضو ده هيتزبط لان معدن الكروميوم اثبت فعاليته انه جبار جدا في الحتة دي نيجي بعد كده تحتوي الهرفة على الجارسينيا الجارسينيا عملوا عليها ابحاث في الـ 2014 و 2015 واثبتت فعاليتها كثمرة استوائية في ايه بقى؟ بتخفض كولسترول للدم بنسبة 12% بتعلي الكولسترول النافع بنسبة 11% بتشتغل على الدهون السلسية اللي مدايقانة ومدايقة كل الناس والستات والرجالة ومش مخلية لجبير ولا صغير بتشتغل عليها وتحسنها بنسبة 13% انتم متخيلين النسب دي؟ النسب دي حقيقية وطبيعية ومن غير اي اثار جانبية كل ده بس مع الجارسينيا ويه كل ده موجود فين؟ الجارسينيا ويه معدن الكرومي موجودين في الهرفة ترجمة نانسي قنقر